فكرة دعوة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه القمة في ظل كل هذه المتغيرات اللي مش بس بتحصل في العالم ولكن بتحدث ايضا في القارة الافريقية تاني نقطة فكرة اعلان الاتحاد الافريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين ووجود سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة التي يتم فيها هذا الاعلان في نفس الوقت شايفين يمكن العالم كله بينظر للقارة الافريقية وخلينا نقول انه في تجاذب او خلينا نقول انه في استقطاب محاولة كبيرة جدا لاستقطاب القارة الافريقية وشايفين اللي بيحصل في القارة الافريقية حاليا شايف حضرتك هذا المشهد قراءة تكليئة وفكرة ليه الآن الاعلان عن الاتحاد الافريقي كعضو دائم في هذه القمة بتضم اكبر الدول في العالم لو كلمنا عن روسيا الصين اليابان الهند الولايات المتحدة الامريكية يعني نتكلم في مشهد غير معتاد سؤال حضرتك يعني ما شاء الله متشاعب وكبير وجميل ولكن لازم نرجع لعام 2019 عندما ترقصت مصر الاتحاد الافريقي وظهرت قوة افريقيا الاقتصادية بشكل واضح بعد توقيع الاتفاقية القرية التجارية الحرة اللي هي بتخدم حوالي واحد وثلاثة من عشرة مليار نسمة وده رقم كبير جدا وده سوء كبير جدا سوء واحد بالنسبة للاتحاد الاوروبي وكل دول مجموعة العشرين والولايات المتحدة والصين يعني الصين حجم التجارة ما بينها وما بين القرى الافريقية بيصل لـ 258 مليار دولار الولايات المتحدة حوالي 65 مليار روسيا من 14 لـ 15 مليار وده بيظهر حجم القوة الاقتصادية للقرى الافريقية على الرغم ان حتى هذه اللحظة لم يتم الاستفاد من القرى الافريقية البكر لمليانة من الخيرات وبالنسبة لهذه الدول هي المغزن للمواد الخام والمعادن وخلافه القرى البكر حتى الان حتى هذه اللحظة وبالتالي بعد وضع هذه الاتفاقية نجد ان ثقة الشعوب الافريقية في القادة السياسية المصرية زادت بشكل كبير وانعكس ده ان احنا شوفنا في عام 2021 مباشرة رئاسة مصر لمجموعة الكوميس وبعدها مباشرة فوز مصر ورئاستها لأنباد لمدة عامين وده بيؤدي وبشكل واضح الى ان هناك رؤية استراتيجية بيتم سياغتها للقرى الافريقية ومؤخرا زيارة طبعا فتاح البرهان لمصر مؤخرا وفي اول زيارة خارجية ليه ده دلالة كبيرة جدا على المكانة اللي بتوليها الشعوب الافريقية للدولة المصرية وانعقاد مؤتمر دول جوار السودان وهموم مصر بقضايا القرى الافريقية بشكل كبير حتى ليس فقط على المستوى السياسي ولكن احنا شهادنا ان بقايادي مصرية وبشركات مصرية وللعمل على زادة التنمية وبصدق داخل القرى الافريقية تنفيذ سد جوليوس نيري في تنزانيا وده دلالة واضحة بالاضافة الى ان مصر نجحت ايضا في تنفيذ المرحلة الاولى والتانية والتالتة من مشروع القاهرة كيبتاون اللي بيضم ما بين طياط وحوالي تسع دول ونجحت مصر في تنفيذ هذه المراحل بالاضافة الى المشروعات القومية الضخمة اللي بتقوم بها الشركات المصرية الوعيدة في الكثير من القضايا واعادة الاعمار اللي بيحصل في دول الجوار ايضا واعادة الاعمار لان الدولة المصرية اكتسبت خبرات وترقومات كبيرة جدا نتيجة قيامها بأدوار متعددة سواء سياسيا سواء اقتصاديا واصبح لدى الدولة المصرية مؤسسات على كافة المحاور تستطيع ان تقوم بما لا تستطيع اي دولة القيام به بشكل واضح ودون اي مجاملة وبالتالي القرى الافريقية يعني لما هنقول بقى الاتحاد الافريقي واهمية انضمامه لمجموعة العشرين الاتحاد الافريقي قمته او الاستثمارات اللي فيه او التجارة البنية بتصل لحوالي 3 تريليون دولار ده رقم كبير جدا القرى الافريقية نتيجة ان هي ارتبطها بمجموعة العشرين هتحتاج بنية تحتية اساسية عشان نقول ان فيه انتقالات داخلية وفيه قدرة على صناعة الاستثمار هتحتاج بنية تحتية بحوالي 5 ونص تريليون دولار وده فرص استثمارية كبيرة لكل الشركات اللي موجودة في مجموعة العشرين بالنسبة للدول يعني وبالتالي ارى ان الامور بشكل عام بتتجه نحو صياغة استراتيجية جديدة ربط حقيقي ما بين الاتحاد الافريقي ومجموعة العشرين ولابد ان لا ننسى جزئية مهمة جدا نصد احمد وهي جزئية انضمام مصر لمجموعة البريكس وبموافقة كل الدول ومن اصل 23 دولة تم اختيار الدولة المصرية على رأس هذه الدول كدلالة واضحة على المكانة السياسية والاقتصادية الكبيرة اللي بتتمتع بيها الدولة المصرية في عيون العالم